تغذية الروح من أسرتنا أولاً اللي تعلم الطفل بداية الحب من أين تبدأ لما نتكلم عن تغذية الروح وعن الحب اللي يتعلم الطفل أعلم عن دائرة الحب الأولى اللي لازم تكون عنده وهي حب إلى الله سبحانه وتعالى أعلم طفلي من البداية أنك لما تبي تعتمد تعتمد على ربك ولكن أني هنا نقول شنو الآلية اللي أقدر أستخدمها لتغذية روح الطفل بالحب والقرب إلى الله لما نيه الطفل وأقولك خلي حوارك مع دعاء لما نيه يكلمني وأقوله هلا ماما هلا حبيبي الله يحفظك لما نيه بيروح أقوله ستودعتك الله لما نيه بيدرس أقوله توكل على الله وإحفظ لما نيه يبي يشيل شيئاً أخذي أقوله ماما أخذي بسم الله الرحمن الرحيم لما نيه أذن الأذان وأقوله هذا الله قاعد ينادينا لازم نترك كل شيء بإيدنا ونقوم فتلقائيا بالممارسات الطبيعية داخل الأسرة يتعلم الطفل أن الحب الأول هو حب إلى الله لأن تلقائيا لما يبي يتعامل معنا راح يتعامل بالدعاء فيعرف أن الله اللي راح يحفظنا تلقائيا لما يأخذ أي شيء راح يسمي بالرحمن لأن تعلم من نعومة أطفاره أن التسمية جزء مهم قبل بدء أي عمل لما يسمع الأذان تلقائيا يترك كل شيء بإيده ويقوم يأدي الصلاة وإن كان طفل وما كانت صلاة صحيحة لكن أحرص أنه يقوم بهذا الوقت علشان يتعلم دائما أن لا يؤجل نداء الله له ولما أن أي علمه ويقول لي ماما ليش نروح نكمل هذه اللعبة ونقوم نصلي أقول لحبيبي إذا كنا نأخر نداء الله تعلم أن الله راح يأخر ندائك شلون ماما؟ الله لما يناديني حق الصلاة وأخلي بالبداية أترك اللي بإيدي وأقوم علشان أصلي لما أنت تدعي الله الله ما راح يأجل رغباتك فطبعا هذه التوضيحات والتبسيطات لأنه صغير بالعمر مع كل ما يكبر نبدأ نوضح له أهمية القرب من الله ما خلي أحد يسبقني لتحفيظ طفلي سورة الفاتحة كل يوم لما نقوم من نوم ردد الأذكار كنا مضغوطين بالدوام وبالمدارس وبالتداول الغير مرنة والروتين الثابت الحين عندنا الوقت مرن وسيع خلال الإجازة الصيفية لتغذية هذه الروح وتعزيز العقيدة الدينية جزء مهم من تعاملنا مع عيالنا وتأسيسهم على قيمة الحب أن يكون هناك اعتدال بالعلاقة لما أنا كنت طول السنة شاد عليه الحين أبدأ شوي أرخي عشان الطفل يحس بالأرياحية وأن هناك تغييب قليل للقوانين وهناك تعاون ومبادرات بسيطة لطيفة يتعلم فيها أن هناك اختلاف بالأوقات أنه وقت الجد جد ووقت الضحك ضحك هذا كله يتعلم من خلال الممارسات الطبيعية ووجود قدوة تطبق الكلام اللي تقوله بصورة واضحة أمام الطفل فرصتنا بالإجازة الصيفية كبيرة جدا لمناقشة قصص الأنبياء لو كنا كل أسبوع ناخذ قصة نقراها بالتكرار أكثر من مرة خلال الأسبوع نحاول أن قصص الأنبياء ما ناخذ القصة مرة واحدة ونعديها وإنما تكون هذه القصة كتأسيس لخلق معين في نفس الطفل وأحيانا قد نحتاج إلى بعض الأحاديث النبوية جميل جدا لو اخترت أحد الأحاديث خلينا نقول مثلا المسلم من سلم الناس من لسانه ويده كيف أنا أؤسس هذه القيمة في نفس طفلي لما أنا أحفظ هذا الحديث أحفظيه وأبدأ فهمه أرسم لأيد وقول لأرسم لي داخل الإيد من الناس اللي تقدر تحبهم بإيدك إشلون تستخدم إيدك عشان تخلي الناس سعيدين إشلون تستخدم إيدك عشان تحصل على رغباتك فبالتالي إن إيدك ترفعها للدعاء لله إيدك تحتوي فيها الناس تصافحهم لسانك كيف توظفه للحب وكيف توظفه للبغض في خلال هذه المناقشات يتعلم الطفل أن الدين هو الأخلاق أن القرب من الله هو السماحة وتكوين العلاقات الطيبة خلكم اقراب منا فاصلوا راجعا رجعنا معكم وبرنامج هلا يا سيف ولازلنا بتغذية الروح تغذية الروح أحيانا عندما نتحدث عن الجانب الديني نحرص أن نوصي أولياء الأمور أن يبتعدون عن التشدد عندنا مساحة كبيرة لتعليم الطفل مساحة كبيرة للحوار وتأسيس أخلاقه وقيمه على قيم إسلامية صحيحة وتوجها بالحب الأول إلى الله سبحانه وتعالى ولجوء إلى الله بطلب طلباتك كلها من خلال الدعاء أيضا عندما يقع الطفل في أحد المشكلات ممكن أعلم الطفل ما هي الأذكار والأدعية الموثوقة والصحيحة من مصادرها التي يستطيع أن يتعلمها ويمارسها بصورة مستمرة حتى تصحح الأمور بالتوكل على الله وأن الله سبحانه وتعالى هو من يسوق لنا الخير سوقا أيضا خلال الإجازة الصيفية ممتاز إذا كنا نستطيع أن نمارس بعض الأنشطة الدينية بالاجتماع مع عيالنا ونبدأ نفهمهم أن هذه تعتبر مجالس ذكر وأنه راح تحفن الملائكة وكل ما نكثر من هذه المجالس بإذن الله راح يكون الله سبحانه وتعالى قريب منه والملائكة تحوف هذا المجلس فاش رايكم ممكن نبحث على الشبكة العنكبوتية كيف تكون مجالس الذكر ونبدأ نبحث ويصير عندنا معلومات جديدة احنا أيضا كأولياء أمور ممكن نستفيد منها ممكن نختار أحد صور القرآن الملقبة بأحد الألقاب مثل أحد الصور الملقبة بعروس القرآن لماذا حصل هذا اللقب شنو سببه شنو مناسبته وشنو معناته فنبدأ مع عيالنا نبحث في هذه الأبحاث ونبدأ يصير عندنا ثقافة دينية موسعة ممكن من خلال بعض الجلسات العائلية نخصص وقت لقراءة القرآن قراءة صحيحة تصحيح القراءة مخارج الحروف كيف تكون وأيضا هذا راح يعزز عند الطفل كثير من قدرات القراءة من خلال قدرات الثقة بالنفس مخارج الحروف تكون صحيحة وأيضا جزء كبير من ثقافة الدينية اللي راح تكون تغذية لروح الطفل ممتاز أيضا أن نعلم أطفالنا أن من أحصى أسماء الله سبحانه وتعالى دخل الجنة وكم عدد أسماء الله الحسنة ويكون عندنا مرة كل شم يوم أن نحن نعلمهم أحد هذه الأسماء ونبدأ نتذكرها بالجلسة اللي بعدها يعني أنا ما علم اسم والجلسة اللي بعدها علم اسم يديد وما نتذكر السابق أيضا نحاول أن نحن لما ننحفظ أسماء الله الحسنة ونشرحها ونفهم إياها نبدأ نستخدمها بحياتنا اليومية يعني مثلا علمت أن الله سبحانه وتعالى أحد أسماءه أن له اسم الخالق لما نتكلم مثلا رحنا إلى المركز العلمي وشفنا الكائنات الحية الجميلة والمحنطة وتعرفنا عليها وسولفنا عنها واستمتعنا بأشكالها أسألة تدري أي اسم من أسماء الله الحسنة مرتبط بخلق هذه الكائنات فيبدأ يتذكر إيه صح ماما اسم الله الخالق ممتاز أحسنت الله يحفظك فأبدأ أحفزه وأشجعه أن نحن مع الوقت رح نقدر نحفظ أكبر عدد من أسماء الله الحسنة حتى نكون إحنا الأساس بإذن الله بدخول أبنائنا إلى الجنة أيضا ممتاز لو خصصنا جزء من وقتنا لمراجعة مع أطفالنا كيفية الوبوء والصلاة ومراجعة قصار الصور إذا كانوا صغار وممكن إذا كانوا أكبر بالعمر أن نحن نختار أحد صور القرآن مثلا مقترح سورة الملك وخلال الإجازة الصيفية ثلاث أشهر اللي راح يقدر يحفظها يكملها راح يكون لها مكافأة قبل بداية العام الدراسي القادم فيكون منها نوع من المسابقة بين الأطفال تشجيع على حفظ القرآن وتغذية لروح عيالنا وما نخليه منهما يلهون بالأنشطة الدنيوية ويكونون بعاد عن الله سبحانه وتعالى لأن الأساس في الحب الأساس في بداية التواصل هو التواصل مع الله بالبداية ثم التواصل مع الذات إذا أسسنا عيالنا على عقيدة سليمة راح نضمن بإذن الله أن يكونون أصحاء أسوياء وقادرين على مواجهة المجتمع بصورة صحيحة لأن الأساس دائما يأتي من العقيدة وأطفالنا تبدأ عقيدتهم من منازلنا نحن نبينا الأولى لتأسيس شخصية عيالنا وتنمية أخلاقهم وما ننسى أن كل ما نمارسه ونقوله يعكس أطفالنا لأن أطفالنا مرآة لسلوكياتنا وأقوالنا ولذلك قلت لكم عاملوا أطفالكم أن يكون الحوار بالدعاء الله يحفظكم ويسعدكم ويبلغكم بعيالكم أحسن بلاغ خلكم معنا دائما مع هلا يا صي اشتركوا في القناة